القرية سيد علي موسى بمعاتقة ولاية زيوزو لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة وسبب راجع إلى احتجاج أوليائهم نظرا لعدم توفر أدنى شروط التمدرس التقرير لسعيد بليلي في قرية سيد علي موسى بلدية معاتقة أطفال أبرياء منعوا من فرحة الدخول المدرسي لهذه السنة نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه المؤسسة من نقص المطعم والساحة إلى غير ذلك مما أدى إلى غلق هذه المدرسة من طرف أولياء التلاميذ موسيقى تفضل عن وتعالي المزيد لوقاز الملمانرافذا كاميرا النهار تيفي منعت من الدخول إلى هذه المدرسة لكننا حاولنا الاقتراب من السلطات المعنية لأجل معرفة الحلول المقترحة من جهتهم لرسم البسمة في وجوه هؤلاء الأطفال الأبرياء وقضية المطعم يمكن أن نحلها بتهيئة محلات وليس محلات تدريس وليس مستقلة في تدريس 54 سنة تمر عن استقلال الجزائر لا تزول المدرسة تغلق في وجوه الأطفال الأبرياء في زمن تعد فيه المدرسة من أولى الأولويات سعيد بالليلي النهار تيفي تيزيوز